كنا برضو بنتكلم عن علامات ليلة القدر عشان كل الناس اللي قاعدة بتتفرج علينا هل في علامات؟ لازم تعرف ان ليلة القدر دي لها تفسيرين عكسة واحد على فكرة تفسير ليلة القدر من القدر والشرف وليلة القدر من الضيق والعسر ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله وما قدر الله حق قدره اذا القدر لها تفسيرين كنا نقدم تفسير واحد ان ليلة القدر هي ليلة الفرج وليلة الخير وليلة الجاه دون ان نذكر التفسير الثاني ليلة القدر ليلة الضيق والعسر لأن دا قدر ربنا دا قدر ربنا انت لازم تعيش مع الامرين في الضيق والعسر انت بتبقى راضي بتقول الحمد لله قضي ما بتيقس من المحنة لابالعكس بتتعلق بالله اكتر نفس الامر لما يكون الفرج والخير واليسر بتفرح بنعمة ربنا وبتشكره وبتتعلق بربنا اكتر اذا انت ايها الانسان تتعلق بالله عز وجل بليلة القدر سواء كانت القدر بالمعنى الشرف والفضل والسعر في كل احوال هل هي ليه علامات زي ما الناس بتقول ما هو لو اخدت بقى بعلامات ليلة القدر اللي هو بمعنى الشرف بعض الفوقهاء والعلماء قالوا هتلاقي ليه لصافية مش هتلاقي نبيح الكلاب مثل هذه الاشياء اللي البعض بيقولها لكن عند ارض الواقع مش هتجدها مطبقة فالافضل ان احنا ما نذكرهاش لكن افضل شيء فيه بيان ليلة القدر هو احساس الانسان بالله انه ما العمله بالنيات انه قريب قريب من ربنا ويدعو الليلة دي ليلتك مع ربنا طب يعني فرصة وحدك معنا بقى لا تحرمنا بالدعاء خلينا حضرك تدعي واحنا نؤمن وراك جايز لنا حسابها ليلة القدر وتكون دعواتنا مستجابة اللهم اعيز بس اشكر حضرتك على البركة اللي حلت وهذا النجاح وفريق العمل اللي معاك الجميل والفلوس اللي اتجمعت والناس كلها اللي وقفت معنا كل اللي دفع فلوس عظيم ويتحط في ميزان حسناته بجد اسعدت الناس اللي منتظرة المساعدة والمسندة اسعدتونا واسعدت البلد وادخلتوا التفاؤل انو الخير موجود دايما يفضل الخير موجود خصوصا احنا في ايام صعبة ففي الايام الصعبة ديت برضو وضع المال ومساعدة الناس بيكون شيء عظيم جدا وفتحوا نفس الاطباء في ميزان النيل حسوا بان ناس كتير وراهم حسوا بان اهل الفضل وراهم ما الله بقالهم 17-18 سنة حسنين وراهم ناس كتير ايوا بس السنة ده اعتقد اعلى اعلى رقم ما وصلت اليه الحمد لله اللهم عليك الحمد والشكر ادعلنا ونؤمن وراك يا دكتور اللهم اجز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عثيت وتولنا في من توليت وقنا بفضلك شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عديت ولا يذل من وليت تبارك ربنا وتعاليت اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنها اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبرها منا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين اللهم أكرم كل من سألك ويسر كل عسير واحفظ مصرنا واحفظ بلادنا واحفظ أمتنا العربية وأمتنا المسلمة وأمتنا من أهل الإنسانية جميعا احفظنا بالسلام احفظنا بالإيمان احفظنا برعايتك يا أكرم الأكرمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا الحمد لله ختام يعني نفخر به في نهاية حلقات شهر رمضان المبارك أنا بشكر كل الناس اللي سهمت من جنيه خمسين مليون جنيه بشكر مستشفى ودنيل بشكر الناس اللي شغال على هذا الأمر فخور ان انتو الجمهور اللي أنا بشتغل قدامه كل يوم بالليل فخور بكل أصدقائي اللي بيدعموني كل سنة بكهزي التبرعات فخور بكل الناس اللي بتهتم بهذا الأمر فخور بمستشفى وادي النيل الحمد لله تمانية وخمسين مليون ونص وعشر تلاف من السيدة زينب وطبعا زي ما بقول لحضراتكم من هنا لغاية ما نرجع من الأجازة بعد العيد يكون المبلغ زاد لأنه بيجي لنا مفاجآت كثيرة بعد ذلك أنا بشكر مفاجآت كثيرة